السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم صلاة حامد وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من سلسل التقنية خرافية السلسل الشهرية على القناة اللي في كل حلقة نستعرض فيها خمس منتجات أشياء فريدة غريبة فيها حركة جميلة وهالمرة الحلقة راح تكون عن خمس منتجات تحت الخمسين دولار حلقة اللي قبل كانت تحت المية واللي قبلها كانت فوق المية فهالمرة بلشنا ننزل شوي وحنوصل للخمسة وعشرين والعشرة ما عليكم ولكن كالمعتاد ركوابط لكل المنتجات راح تكلم عنها راح تكون موجودة في صندوق الوصف الأسفل وبدون أي تأخير خلينا بلش اشتري من أي متجر الكتروني في أي بلد حول العالم واشحن إلى باب بيتك مباشرة مع خدمة بوكست فورمي أول ما تسجل في الخدمة راح يتم تزويدك فورا بأنويم تشحن مشترياتك لإلها في أكثر من عشر بلدان حول العالم عنوانك في أمريكا موجود في ولاية ما عليها ضريبة مبيعات الخدمة بتسمح لك تحتفظ في أكثر من شحنة في حسابك لمدة شهر كامل للحسابات المجانية أو شهرين للحسابات المميزة وتدمج أكثر من شحنة مع بعض وتشحن مرة واحدة تقدر تتبع كل مشترياتك وتشوف حتى صور محتويات الصناديق اللي بتوصلك مباشرة إذا كان حسابك مميز وتتبع شحناتك بالكامل من صفحة حسابك على موقعهم أو من خلال تطبيق الأندرويد والآيو اس اللي بسمح لك تعمل كل شيء مثلا لك تدفع لكل شحناتك وتتبع موقعها اللي كلاهم متوفر باللغة العربية والإنجليزية دعمهم الفني متوفر 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع استخدم كود أندرويد باشا لتحصل على حساب مميز لمدة سنة كاملة مجانا زائد رصيد للشاحن بقيمة 10 دولار لتحصل على كل الخدمات المميزة عند التسجيل باستخدام الرابط الموجود في صندوق الوصف أول منتج رح نتكلم عنه هو شيء اسمه الواندر كيوب اللي هو عبارة عن 27 ألف شغلة فيه بواحد البداية هو عبارة عن مكعب صغير جدا وهذا الشيء كل وجه فيه إلو وظيفة بحيث أنه في عندك وجه أو طرف اللي لما تفتحه بتقدر تنك تسحب منه كابل اللي هو عبارة عن كابل مايكرو يو اس بي اللي بتقدر إما تستخدمه هو نفسه أو الأدابتر اللي مرفق معها اللي بإمكانك تعلقه بمفاتيحك لا تشبكه في الجوال سواء كان مايكرو أو يو اس بي تايب سي وأيضا في عندك طرف آخر اللي بيفتح إلى منفذ يو اس بي تايب اي فبتقدر أنك تستخدمه كسلك للشحن أو كسلك لنقل الملفات سواء من كمبيوترك ولابتوبك أو كمبيوترك وسواء جهاز كمبيوتر عادي أو كاميرا أو أي شيء ثاني بالإضافة أنه نفس منفذ التايب اي اليو اس بي العادي في عندك القدرة فيه أنك تحط فيه مايكرو اس دي كارد على أساس أنك لما تشبكه في جوال تقدر أنك تنقل له ملفات فهذا الأمر بيسمح لك أنك مثلا عندك كاميرا في السيارة بدك تطول كارت الأس دي اللي فيها وتشوف إيش فيها على جوالك إذا جوالك ما بيأخذ قراءة مايكرو اس دي كارد تقدر أنك تستخدم هذه القطعة لتستعملها كأو تي جي أو أداة خارجية لقراءة المعلومات من بطاقات الأس دي كارد أيضا عندك في طرف آخر في إضاءة صغيرة جدا اللي إلها زر لما تضغط عليه من على الجنب بيصير بإمكانك أنك تضيق هذا الضوة بالتالي لما يكون معلق بمفاتيحك تشوف وين المفتاح وين القفل الباب فبتقدر أنك تلقي بسرعة أيضا في عندك غيطاء علوي لما تفتحه وراح تكشف عن منافذ تسمح لك أنك تحط بطارية 9 فولت لتقدر تشحن جوالك نفسه أو إذا أي جهاز مايكرو أو تايب سي باستخدام البطارية إذا ما في حواليك باوربانك ومقطوع الآخر في عندك أيضا كمان إضافة زيادة اللي هي قدرة أنك تستعمل هذا الشيء كستاند لجوالك ولكن شخصيا لأنني بستعمل كفرات وأجهزة عليها سكنات فنزبطت على جوالي ولكن فكرة أنه عندك ست أشياء وحركات تقدر تعملهم فيه للجوال نفسه انتقال عند المنتج التالي اللي هو من شركة اسمها نيتف يونين اللي هو عبارة عن شاحن فريد من نوعه شوي أول مرة شفته على قناة عمر دايزر وصابني الفضول بني أجربه هذا الشيء هو عبارة عن قرص دائري اللي لما تلمسه من الأعلى بيسحب كل القاعدة هاي ويرتفع إلى الأعلى زي هذو القواعد الهليكوبتر اللي بترتفع وبالتالي لما تثمل هذا الشيء بتكشف عن منافذ الجانبية اللي بإمكانك أنك تخبي فيها أسلاك وتشبكها في نفس هذه القاعدة اللي فيها أصلا شواحن فبتقدر أنك تشحن ثلاث أجهزة وتخبي أسلاكهم جوة هذه القاعدة نفسها فعندك منافذ USB Type A وأيضا منفذ Type C اللي إما بتستخدمه هو أو منفذ Type A اللي موجود على ثالث منفذ من على الجنب لتلف كل الأسلاك في السكة هذه وبتصير بإمكانك أنك لما بتحتاج الشاحن تلمسه من الأعلى بيرتفع بالطول السلك اللي بالدكية وبتشحن لما تخلص بترجع أنت بشكل يدوي الضب السلك نفسه حواليها تلمسه من الأعلى وبينزل إلى الداخل وبصير شكله هيك ما في عندك كركبة الأسلاك نفسها من ناحية قوة شحن بيشحنه بقدرة جيدة ولا بأس فيها فبيعطيك شحن سريع نسبيا ليس شيء جنوني 40 أو 60 واط ولكن ككل بتقدر أنك تشحن عدة أجهزة لطيفة أنها تنحط جنب التخط أو على مكتبك ممكن إذا ما بدك تفرجي كل الأسلاك هاي أو تكون مكشوفة لكن حقيقة الشيء الوحيد اللي أنا تفاجأت فيه لما وصلني لمنتج هو أني كنت متوقع أنه حجمه صغير وفوجئت أنه شيء ضخم دفش شوي من الشيء الصغير ولكن الشاحن مبني منها وفيها وعندك المنافذ هاي اللي بتقدر أنك تخبي فيها الأسلاك انتقالاً للمنتج التالي اللي هو عبارة عن إضاءة ديكور ولكن شيء جداً جداً فريد فهي من العاب اللي أنا بعشقها جداً ألا وهي تترس هذه القطعة هي عبارة عن سبع قطع اللي هما كل الأشكال اللي موجودين في لعبة تترس اللي كل واحدة فيهم موجود فيها إضاءة LED ولكن الطريقة اللي بتنير فيها هذه القطعة أنه في عندك قطعة رئيسية هي اللي فيها مدخل الكهرباء واللي هي مباشرة بتضوي مش RGB كل قطعة اللي هلونها اللي أنت شايفه وبتصير أنت كل ما تصفت قطعة أخرى مباشرة القطعة اللي بتضيفها بتضيء بحيث أنه كل قطعة أطرافها بالكامل معدنية أو على الأقل بإمكانها نقل التيار الكهربائي فلما تحطهم جنب بعض والتيار مش عالي جداً فأنت مش راح تتكارب عادي ولكن تقدر أنك ترتبهم بشتى الطرق وأيضاً راح تحصل على الإينارة ولكن لازم تحرص على أنك حاطتهم بشكل مزبوط 100% على أساس أنه يصير التلامس من ناحية الموجب والقطب السالب فيكون في عندك التيار الكهربائي ماشي براحته وإن أردتها مش عالية جداً ولكن كمنظر سواء للصالون للمكتبك لغرفة الألعاب راح يكون شكلها صراحة شيء جداً جداً جميل وسعرها مش مرتفع جداً أتوقع بإمكانك أنك تضيف كمان قطع وتعمل أبراج منها ولكن ما جربتها بنفسي انتقالاً إلى المنتج التالي اللي هو الشيء اسمه البوم باند واللي لأول واحدة لما تطلع عليه راح تفكره كأنه ساعة ذكية بحيثنو ويأتي على شكل ساعة فهو قطاع دائري إلى هكابسة من على الجنب وفي عندك الإسوار هذا اللي بتربط حوالين اليد اللي يأتي جلدي ولكنها لو بدك تخرنها بأي ساعة هي شيء سميك جداً فلما تطلع على الوجه في عندك فتحات بشكل أفقي أو بشكل زاوية معينة اللي أسفلهم في عندك دائرة اللي هي عبارة عن سبيكر كبير هذا الشيء عبارة عن سماعة على يدك بحيث أنه مش بس سماعة عادية هي سماعة عالية فصوتها تقريباً بيوصل لثلاث أضعاف إلى أربع أضعاف صوت الجوال الطبيعي بحيثن فيها بيس قوي لأنه في عندك سبيكر مساحته أكبر في عندك منطقة أكثر للبيس واللو اند وتوليد السماعة نفسها للصوت حقيقة ممتاز جداً فبتقدر أنك تحطها على يدك وتشتغل تنقل حوالي المكتب شو ما كنت بتعمل والموسيقى بتكون شغالة ومسموعة بشكل جيد أو حتى إذا بدك تشغل كتاب صوتي أو بتسمع لبودكاست أو شيء من إلى ذلك أيضاً هذه القطعة فيها مايكروفون مبني منها وفيها وبالتالي بتقدر أنك تعمل مكالماتك عن طريق القطعة نفسها اللي صراحة من تجربتي أعطتني صوت واضح جداً وكل الناس اللي كن بحكي معاهم وأنا بتكلم عن طريق السبيكر هذا اللي على يد ما حدا لاحظ أني أنا أصلاً على سماعة بلوتوث فكان الصوت طبيعي جداً ومسموع وعمر البطارية عليها ما يقارب الست ساعات اللي هو أمر ممتاز جداً فبتقدر أنك تصغلها لفترة طويلة بدون أي مشاكل وبعدين ترجع تشحنها عن طريق منفذ المايكرو يو اس بي اللي مخبى بجلده لأنه هذه الساعة هي IPX4 انتقالاً إلى القطعة التالية اللي هي شيء اسمه Tiny Scope اللي هي عبارة عن قطعة صراحة ما كنت حاسة ما كنت متوقع أني رح أحبها جداً ولكن عبارة عن مايكرو سكوب صغير جداً 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 يعمل كلياً عن طريق الجوال تاعك اللي الفكرة منه أنه هي قطعة فيها إطار شفاف اللي لما تحطه على كاميراة جوالك وتضوي الكاميرا بتصير القطعة نفسها كلها مضيئة وبتمرر الضوء لا تقدر تفرجيك الشيء اللي انت حطه أمام العدسة والعدسة نفسها بتعمل على تكبير أي شيء موجود أمامها تقريباً 40 ضعف واللي هو رقم مش صغير أبداً رقم جيد وبالتالي في عندك تفاصيل مايكروسكوبية يادو بتكون شايفها بعينك بتصير تقدر أنك تشوفها بعدسة الجوال نفسها بس من خلال إضافة هالقطعة أمام العدسة بيجي مع القطعة لما تشتريها عدة شرائح مايكروسكوبية بيكون موجود عليها عينات من أشياء سواء جناح حشرة أو رجل بشيء معين اللي بتحطه تحت المايكروسكوب اللي تشوفه بشكل مستحيل لك تشوفه بعينك المجردة فبتقدر أنك تصور أشياء صغيرة أشياء دقيقة وحقيقة بتوقع أنها رح تكون قطعة رهيبة جداً إذا كان عندك أطفال أو سواء حتى لمشاريع أو لا حتى لو عندك فضول تشوف وبهيكب نكون وصلنا إلى نهاية هاي الحلقة من تقنية خرافية إيش رأيكم من المنتجات لاستعرضناهم وإيش أكثرهم أثار اهتمامك وأعجابكم مهتم منك تشتريه اكتب لي في قسم التعليقات بالأسفل وإذا عندك فكرة لمنتج أو شايف شيء خرافي جداً وأنا ما تكلمت عنه من قبل ابعت لي رابطه على حسابي على تويتر رابط الحساب رح يكون موجود في صندوق الوصف بالأسفل هذا كان كل شيء للفيديو إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا كما معكم صلاح حامد في أمان الله